نظمة وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للفرانكفونية احتفالاً بالنادي الدبلوماسي باليوم الدولي للفرانكفونية شملت لاحتفالية كلمات لعدد من ممثل الدول التي تتحدث الفرنسية بالإضافة لعرض عدد من الأفلام والأغاني التسجيلية التي تحتفي بأهمية الثقافة والمبادئ الفرنسية للدول التي تتحدث الفرنسية شهر مارس هو شهر الفرانكفونية والفرانكفونية هي مجموعة من المبادئ مجموعة من الثقافات مجموعة من الأنشطة ولكن كلها بتتم باللغة الفرنسية أنا النهاردة بمثل جامعة سانجورب الإسكندرية الجامعة التي تستضيفها مصر من 34 عام والتي تم تأسسها بقمة الفرانكفونية في دكار سنة 89 مصر مهتمية جدا بهذه الجامعة الجامعة بتعد الكوادر الأفريقية باللغة الفرنسية للتنمية في أفريقيا مصر النهاردة بتبني حرم جامع جديد في مدينة برج العربي الجديدة لمضاعفة عدد الطلاب الأفارقة الذين يتم إعدادهم للتنمية في أفريقيا المبادئ والقيم والثقافة الفرنسية ومنها السلام ولذلك نحن نعلم مدى أهمية السلام في الشرق الأوسط مع ما يحدث في غزة وهو فرصة للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار ونحن نعتقد أن هناك ثلاثة ملايين يتحدثون الفرنسية في مصر والدولة المصرية من أهم الداعمين للفرنكفونية وعلى رأسهم الرئيس السيسي وهناك جامعة سانجور التي تعمل على نشر الفرنكفونية ثقافيا وبفاعليات مختلفة